كيف نفرق بين اهل الالم واصحاب الرأي ظاهر جدا صاحب الرأي يقول اظنه اجد في ذلك رأيته ما تراه يقول قال الله قال الرسول الا في النادر واعظمهم الذي ينام ويقوم يقول حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا هذا خلاص ده المنتهي ده الحمد طير في السماء ده وبعدين اعظم منه من سلم عليه يقزة وهو ماشي بالطريق وانت ماشي يقولك لا تشوش علينا معي رسول الله الان فانت لمس في هذا الكلام يعني خلاص يوصلونا للجنون النبي صلى الله عليه وسلم ماشي بجانبي والاخر بقى الاعظم منه درجة الذي يكلم من الله هذا بقى اللي يقول حدثني قلبي عن ايه عن ربي تأخذون علمكم من ميت عن ميت لكن نحن نأخذ العلم من ايه من الحي الذي لا يموت ماشى يا جبريل هذا انتهى الموضوع هذا معروف صاحب الرأي والاخرون ايضا ترهم ما يتكلم يعني في المسائل كما قلت لكم في المسائل حتى المستجدة يكلمك عقلا تكلمه دينا واثرا يقول لك تسيبه هذا من سرديب التاريخ عقلا كل مسألة يكيفها عقلا لا يدري وطالما كيف عقلا تخبط لانك لما تعطيه وصف وتقول له هذا الوصف عند السلفين كده وكده والدليل كده هو يخلط مش عارف ما يعرفش هذا الميزان الصحيح ليش لانه داخل بعقلي لا بعلمي لا بأثري واما العالم هو العالم الاثري الذي لا يتحرك الا بالدليل واذا تحرك يقول لك والأسف المساءله ايه قولا انه مثلا ثم يستأنس بقول ايه ايه في العلماء لكننا عايشين ايضا في طموة اخرى ليأتيك بقول مهجور انه زيبوك وكوبهUn.و.و.و.و.و.و.و.و.و.و.و.و.و.و.و. يجيش الجيوش بقول من قال بذلك نعم ده أنا أتيك برجل يقول الزن حلال بخمسين رجل يوافقه في هذا القول مثل يعني أنا الضرب مثل مش حقيق لكن أنا أقول لك كم وكم من قول شاز له ما له من العلماء الذين يتبنون هذا القول فيبقى فاصل الخطاب إيش؟ فاصل الخطاب قال الله قال الرسول ليس الرجال الرجال نستأنسوا بكلامهم ولذلك علماءنا قاعدة عظيمة جدا قالوا وأما العلماء سيستدل لهم ولا يستدل بكلامهم يستدل لهم ندلل لكلامهم بالأدل لكن لا يأخذ كلامهم دليلا